وفي سيئون بمحافظة حضرموت تراجع مشهد الأسواق المزدحمة في مدينة سيئون مع بزوغ شمس اليوم الأول من عيد الفطرة المباركة وانطلق تكبيرات العيد من مسجد سيئون وعلى جنبات المصلة تواجد ذو الاحتواجات الخاصة يتابعون خطبة العيد من خلال مترجم الإشارة لينقل لهم مشاعر الفرح والبهجة التي عمت المدينة وللأطفال هنا الحصة الأكبر من العيد والتي تكتمل مع انتهاء الرسميات العائلية وانطلقهم نحو تجمعات الألعاب التي تنتشر في الشوارع لتستمر مظاهر العيد على هذا الشكل حتى اليوم الأخير من العيد بناسبة العيد الفطر المبارك وهو العيد السعيد وان شاء الله كل عام وانتم بخير نحن سعداء جدا بأن وفقنا الله عز وجل بأن ترجمت خطبة العيد في هذا المصلة المبارك وهذه أول مرة في حضر موت ترجم خطبة العيد للصم بلغة الإشارة الحمد لله الناس في إقبال على هذا المصلة هم وأطفالهم فيحيون هذه الشعيرة التي تحمل معها الفرح والسرور وإدخالها على الأطفال وعلى جميع الناس في هذا المصلة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نسأل الله